ونبقى في تحديات الاقتصاد العراقي وتنمية المستدامة حيث دق وزير الموارد المائية عون ذيابة ناقص الخطر بتأكيده مرور العراق بأسوأ سنة بسبب تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات محذرا من أن القادم أصعب وأشار إلى أن السنة هي الأسوأ فيما يخص الواردات المائية وتخزين المياه منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث بدأ تسجيل البيانات الهيدرولوجية تاريخيا وتحدث ذيابة عن زيادة الطلب على المياه والكمية محدودة مضيفا مع مرور الزمن سنواجه مشكلة أصعب لأن العراق لم يستطع توضيح حجم المشكلة للمجتمع الدولي وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تحذير رئيس الوزراء محمد شيع السوداني الذي قال أن مواقع عراقية مدرجة في لائحة التراث العالمي مهددة بسبب شح المياه